موسيقى كل التحيات وأهلا بكم إلى نشرة الظاهرة من قناة الجديد في بيروت عاد ملف هبة السلاح السعودية بقيمة ثلاثة مليارات دولار إلى الواجهة بعدما عكست مصادر فرنسية للسفير أجواء تشاؤمية حيالها ولمحت إلى تجميد غير معلن لهذه الهبة من قبل الجانب السعودي وقالت أن قيادة الأركان الفرنسية لاحظت برودة سعودية في التعامل مع موضوع الهبة وأبلغت الجانب اللبناني أن العائقة هو ربما تكون السعودية قد قررت تجميد الهبة على خلفية مواقف بعض الأطراف اللبنانية من حربها على اليمن ولم تستبعد مصادر اللبنانية متابعة للملف أن يطال تجميد هبة المليار دولار التي كلف الرئيس سعد الحريري بإدارتها بطلب من الملك عبد الله دعماً للجيش والأجهزة الأمنية غداة معركة عرسال في الثاني من آب المنصرم ذلك أن أي قرش من أموال هذه الهبة لم يصرف حتى الآن على الرغم من مرور عشرة أشهر على الإعلان عنها رسمياً رئيس الحكومة تمام سلام وعشية زيارته إلى المملكة نفى المعلومات التي تتحدث عن اكتفاع السعوديين بدفعة الستمائة مليون دولار لتسليح الجيش عن طريق فرنسا وأضاف ما يقال في هذا الإطار في خانة شائعات هذا ومن المقرر أن يجري سلام اليوم في جدة محادثات مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز كما يلتقي الرئيس السابق سعد الحريري ويترأى السلام وفداً من الوزراء يضم نهاد المشنوق جبران بسيل عبد المطلب حناوي سمير مقبل ووائل أبو فعور استمعت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إلى أحد الشهود السريين الذي تم التعريف عنه بالرقم 357 والشاهد هو أحد عناصر قوى الأمن الداخلي الذي كان من مرافقين رئيس الشهيد رفيق الحريري بعد خروجه من رئاسة الحكومة وتركزت شهادته على التهديدات السورية التي تعرض لها الحريري مباشرة وغير مباشرة من قبل رستوم غزيلي حسب ما أعتقد كان فيه مكتب رستوم غزيلي وجاء الشوفير المرافق وضربه بمسدس على كتفه هكذا ما سمعنا عندما ذهبنا بالموقب إلى المستشفى الجامل الأمريكي هيك سمعنا لأنه كان جوه داخل معه أبو طارق العرب فظهر أبو طارق والدمعة في عيونه حضرة شهد أن سيد مين سألك عن السفرة إلى سوريا هل تعني بذلك أنه لقد التبس عليك الأمر أو التبس علينا الأمر بماذا تتكلم؟ توجهتم إلى المستشفى الجامعة الأمريكية أتعني بعد زيارة رستوم غزيلي أو أن الزيارة تبع سوريا؟ سوريا رستوم غزيلي بعد رستوم غزيلي ذهبنا إلى الجامعة الأمريكية مع من ذهبت مع المواكبة ككل إلى الجامعة الأمريكية؟ من كان حاضراً وقتاً إذن؟ كان كل الشباب كل شباب المواكب ذهبنا إلى الجامعة الأمريكية ثم بعدها ذهب الحريرة إلى سردينيا إلى إيطاليا سردينيا حضر تشاهد أتعني أنه ذهب إلى سردينيا بعد زيارة رستوم غزيلي قبل أشهر من الاغتيال؟ ذلك ما تعني؟ صح صح تكلمت قبل قليل أن أحد مرافقي رستوم غزيلي هدد المرحوم الرئيس الحريري قائلاً إذا بتغلط سنخطف بنتك هل هذا ما قلته؟ هل سبق لك أن أدلت بهذه الواقعة في أي مرحلة من مراحل التحقيق سواء أمام قضية التحقيق العدلي في لبنان أو أي مرجع آخر؟ هل سبق لك أن أدلت بهذه المعلومة؟ كلا تذكرت عم بقرأة ملفات مبارح تذكرت مظبوط عدت تذكرت مظبوط مظبوط مشان القصة صار أنه عشر سنين خمسة عشر سنين عشر سنين سوري فرجعت عدت تذكر مظبوط وصار مشان أكيد ينسينا يعني عشر سنين كل شي صار معنا نسينا مش عبي فهم تذكرتها الآن ونسيتها بالفترات الأولى بعد اغتيال الحريري حيث تم استجوابك أمام أكثر من مرجع؟ صح تذكرت صح الآن مشان كنت أنا كتير تعبين بعد الانفجار ومريض كنت كتير وكنت بحالي لا يرسله كتير كنت تعبين أفضل مشان كنت تعبين شكرا مرات الأولى ممنظومات مع الأولى ممنظومات شكرا لا يملك صح شكرا هل أن تلك المعلومة لها علاقة بلربما تذكرك لما قاله رستم غزالي في العام 2005؟ القمة الروحية الإسلامية تشدد على ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتحذر من الاتهامات المتبادلة بين الساسة اللبنانيين على خلفيات مذهبية تحذيرات للداخل اللبناني والخارج الأقليمي توجهت بها القمة الروحية الإسلامية التي اجتمعت في دار الفتوى فدانت الإرهاب وحذرت من الانجرار وراء دعاة الفتنة وأبدت قلقها الشديد من استمرار الاضطرابات المذهبية والطائفية والعنصرية التي تعصف بالعديد من الدول العربية والتي تشكل خطرا على وحدة مجتمعات هذه الدول بما فيها لبنان وتوقفت القمة الروحية عند أهمية الاستحقاق الرئاسي المؤجل منذ عام وتبدل قمة الإسلامية كذلك قلقها من تبادل الاتهامات بين بعض المسؤولين السياسيين على خلفية مذهبية الأمر الذي يعطي خلافاتهم بعدا مذهبيا من شأنه أن يعمق الهوة التي يعمل العدو الإسرائيلي على توسيعها واستغلالها تهيبوا بجميع أبنائها خاصة وبجميع اللبنانيين احترام مؤسسات الدولة والالتزام بدستورها وقوانينها وأنظمتها والدفاع عن السلم الأهلي كما تجدد أملها في أن يتمكن لبنان انطلاقا من انتخاب رئيس جديد للجمهورية هو الرئيس المسيح الوحيد في العالم العربي أن تجدد أملها في أن يرتفع لبنان إلى المستوى الذي يجعل منه قدوة صالحة لمعالجة الأزمات التي تعصف بالعديد من الدول العربية الشقيقة ودانت القمة الإسلامية والاعتداء الذي يتعرض له مسيحيو الشرق وأكدت الأخوة الدينية بين المسلمين والمسلمين والوحدة الوطنية بين المسيحيين والمسلمين أطلق العدو الإسرائيلي صفرات الإنذار في الأراضي المحتلة حيث بدأت قواته مناورات نقطة تحول 15 في المستعمرات الشمالية المتاخمة للشريط الحدودي وقد سمعت أصواتها في أرجاء المنطقة الحدودية الجنوبية المناورات هذه تحاكي بقوع عدد كبير من الصواريخ على كيان الاحتلال وستستمر حتى يوم الخميس تزامنا سير جيش العدو دوريات مؤللة ومدرعة على طول الخط الحدودي فيما سيرت القوات الدولية بالتنسيق مع الجيش اللبناني دوريات مصفحة على امتداد الخط الأزرق حيث راقبت ما يجري من تحركات خلف السياج الشائك وسط تحليق لطائرة استطلاع من دون طيار في أجواء المنطقة مواكبة للمناورات أوقف مكتب مكافحة الإرهاب في الشمال المدعو ووتاء بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي في خراج بلدة شان قضاء عكر طلاب لسياء ثقافية في عين الرماني اعتصموا رفضاً للاتهامات التي ادعت أن أحد طلابها ضرب وترد من المدرسة لسبب مادي على خلفية ما جرى تدوله عن تعرض أحد طلاب مدرسة لولسي كولتغال للضرب والطرد أمام زملائه في الصف بسبب عدم تمكن والده من تسديد القصد اعتصمت الهيئة التعليمية في المدرسة المذكورة بمواكبة الطلاب وعدد من الأهالي وأعلنوا رفضهم لكل ما قيل مؤكدين أن المدرسة لم يكن يوماً شعارها الكسب المادي على حساب التربية الدعاء أنه وليلنا لتلميز بطعطوا معه بمطلب المادي من بعد بيروح المكتوب على البيت شاهدوا 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 كل تلميز وشاهدوا شاهدوا شاهدوا تلميز نسألوا بعدين شو البابا شو عمل البابا ما بعرف نقل له للبابا بتجي انتوا يا بكرة ما يوم انطلت من المدرسة الادعاية كلها كذب اليد مندودي بكرم وصخاء على مطلق بي وإم لأنه مكسبنا الإنسان مش مكسبنا البال وعندي هوني تلات طلاب الصف الزيزيام هلش مرة انطلع من الصف وانطرد لأشو الأسط هلش مرة الإدارة طلبت منكن بكل صراحة المعلمين كن يا هقولوها انه هذا ما تتعاطوا معهم ما تلعبوا معهم بزو ادعاءات برأة عالسين الطفل أنا بأكد لكم انه نحنا كلنا بالمدرسة ما في حدا إلا مكسور على قصد كل الأهالي بيقولوا هاشي وبيعترفوا به هاشي بس ولا مرة اجا أنا استاذ جوزيف أو مسيو فارس أو حدا من المعلمين اجوا مسكوا الولاد وترادوا من المدرسة وقالوا له يلا أنت بقى دبيك تدفع القصد أما لا بالعكس بيوصل القصد بورقة مغلفة مغلفة مسكر على الآخر حتى المعلمة بالصف ما بتعرف شو فيه وأشار مدير المدرسة إلى المرات التي لجأ فيها إلى حسم مبالغ كبيرة من القصد في سبيل توفير العلم لهذا الطالب يعقد التحالف الدولي ضد تنظيم داعش والذي تقوده الولايات المتحدة اجتماعا اليوم في العاصمة الفرنسية باريس لمراجعة استراتيجيته بعد فشل آلاف الغرات التي شنتها مقاتلاته خلال عشرة أشهر في وقف تقدم التنظيم المتطرف في سوريا والعراق ويضم الاجتماع حوالي عشرين وزيرا من دول بينها السعودية وتركيا ويركز على مساعدة العراق في التغلب على أكبر هزيمة عسكرية منذ حوالي عام والتي تمثلت بسقوط الرمادي عاصمة محافظة الأنبار وقد اشتكى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من نقص الدعم الذي يقدمه التحالف الدولي لقتال تنظيم الدولة وقال في تصريحات أثناء المؤتمر فيما يتعلق بدعم العراق الكلام كثير لكن الأفعال قليلة على الأرض وأوضح العبادي أن شركاء التحالف لا يزودون القوات العراقية بمعلومات جوية كافية لوقف تقدم داعش كما يوجد نقص أيضا في دعم العمليات البرية وأضاف للصحفيين أن تنظيم الدولة متنقل ويتحرك في مجموعات صغيرة جدا وأن الدعم الجوي ليس كافيا واعتبر العبادي أن تقدم داعش يشكل فشلا للعالم بأسره أعلن عضو مجلس محافظة الأنبار طاه عبدالغني أن تنظيم داعش أغلق بوابات سد الرمادي ومنع تدفق المياه إلى مدينتي الخالدية والحبانية داعيا إلى شن عملية عسكرية لاستعادة السد وقال عبدالغني أن تنظيم داعش يهدف من تلك الخطوة إلى تسهيل وصول عناصره إلى الخالدية والحبانية مع انخفاض منسوب المياه لافتا إلى أن نهر الفرات يشكل عائقا أمام تقدم مسلح داعش وحذر من أن التنظيم سيتسبب في قتل الناس عطشا وإجبارهم على النزوح من المناطق الشرقية في الرمادي أحييكم من جديد قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل النطق بالحكم على الرئيس المصري السابق محمد مرسي في قضيتي التخابر واقتحام السجون قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 16-6-2015 لإتمام المداولة مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين رفعة الجلس في سوريا سقط ستة قتلى وثلاثة وخمسون جريحا نتيجة قصف بالصواريخ على مناطق مختلفة في دمشق وريفها مصدره منطقة عين ترما وحي جوبر وقد استهدف القصف حي الخطيب وشارع بغداد ومحيط صالة الفيحاء الرياضية وساحة الروضة في منطقة السومرية وفي جرمانا قرب العاصمة دمشق وأفد مصدر في الجيش السوري لوكالة سانا بأن وحدات من الجيش تستهدف مصادر إطلاق القذائف على الأحياء السكنية في دمشق وتدك المواقع التي يستخدمها الإرهابيون في الغوطة الشرقية كمنصة لاستهداف المدنيين وقد أكد مصدر في قيارة الشرطة للوكالة نفسها وقوع عضرار مدية في شارع العابد وأحياء المزة وكفرسوسة والميدان والفحامة والروضة وشارع بغداد ومنطقة العباسيين أكد البيت الأبيض التزام الولايات المتحدة بمواصلة المحادثات الجارية حول برنامج إيران النووي على الرغم من الإصابة التي تعرض لها وزير الخارجية جون كاري وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش أرنست للصحفيين ما زلنا نعتقد أننا نمتلك الوقت والموارد اللازمة لمواصلة المفاوضات مع إيران وإتمامها كما نأمل وقال أن الولايات المتحدة تبحث الخيارات المطروحة الآن حتى نهاية هذا الشهر وأضاف أن كاري سيظل جزءا مهما من المحادثات مع إيران حتى وإن تغيب عنها غريقت سفينة على متنها 450 شخصا على الأقل في نهر يانجستي جنوبي الصين وقد تمكنت فرق الإغاثة من إنقاذ ثمانية ركاب فيما لا تزال عمليات البحث مستمرة عن باقي الركاب وقد نقل عن ربان السفينة وهو من ضمن ثمانية الذين تم إنقاذهم قوله إن السفينة تعرضت لعاصفة عاتية وغريقت سريعا وتعيق الرياح الشديدة والأمطار الكثيفة جهود رجال الإنقاذ الذين توجهوا إلى مكان الحادث يذكر أن معظم من كانوا على متن السفينة هم من السائحين وعمارهم تتراوح ما بين 50 و 80 عاما أهلا بكم من جديد المستشفى التركي في صيدة حلم حرمت المحاصصة السياسية المواطنين الاستفادة منه خمس سنوات تحقيق لنوال بره هذه المشاهد تعود إلى شهر تشرين الثاني من عام 2010 وهي الافتتاح المستشفى التركي تخصصي للصدمات والحروق والطوارئ وهو من أهم المستشفيات في الشرق الأوسط ومنذ خمس سنوات حتى الآن أي منذ افتتاحه وجميع حالات الحوادث والحروق تعالج فيه ولا يذهب المرضى إلى المستشفى العادي حيث يقولون لهم أن لا مكان لهم في الطوارئ هذا السيناريو للأسف كان ليحدث لو كنا نعيش في بلد طبيعي غير متأكل بفعل التحاصص السياسي أما المشهد الحقيقي فهو أن المستشفى ما زال مغلقا منذ لحظة افتتاحه فنواب صيدا يريدون أن يكون تابعا للبلدية لكي يضع اليد عليه وفي القانون هو يتبع لوزارة الصحة بعد تخلي البلدية الصابقة عن الأرض الموهوبة منها للوزارة بعد خلال مؤتمر باريس 3 قررت الجمهورية التركية إعطاء 20 مليون دولار للبنان لمعالجة آثار عدوان تموز بالألفين وستيه إجعنا عرض علي ملف خلال وفد التركي إجع البيت لهون وعرضوا علينا ملف لمجموعة أعمال صحية لا ترقى إلى مستوى الهبة تعني محاصصة كالعادي بشكل سخيف وجاينا نطلب مني الملفات لحتى أمضيهن هوني ورفضت إمضاءن أنا كان عندي تصور بوزارة الصحة لنحل مشاكل الطوارئ والحواديس أنه نفصلن هولي عن الطب العادي يعني ما تتعاطفين المستشفيات اللي عندها الطابع المدني هولي اعتبار تروما كيسز المشروع كان جاهز عم نفكر وعم نفكر بالتمويل بوقتا وحدد طلباتنا بوزارة الصحة أنه نحن بدنا هيدا المستشفى وخلال الزيارة على تركيا رئيس أردوغان بوقتها وافق على 20 مليون دولار طلب تم منه من الأتراك أنهن ينفذوا المشروع تم بناء المستشفى بأقل من سنتين مع كيمل تجهيزيته هوني بدي دور يسجل بوقتا لرئيس بلدية الصيدة الدكتور عبد الرحمن البزري عن أرض نازل بلدية الصيدة لمصلحة وزارة الصحة المستشفى من أهم مستشفيات حالات الحوادث والطرق في الشرق الأوسط الهدف كان من المستشفى إذا تركيا ساوت هالمستشفى وطلعت نموذج كويس نحن نتعهد بلبنان بإنشاء أربع أو خمس مستشفيات مثلها بكل محافظة يوم اللي افتتحنا المستشفى المستشفى كانت جاهزة لتستقبل مرضى تاني يوم الصبح لا تم عرقلة هذا الأمر لأنه يا كل واحد بده يعين بمجلس الإدارة اللي بده نياهن يا بده نوصفه اللي بده نياهن الدكتور عبد الرحمن البزري عاش مراحل العرقلة وعانى رؤية أهم مستشفى في الشرق الأوسط مغلقا حتى إشعار محاصصة الإشكال هو كان ناجم من ضغط سياسي في مدينة صيدة لأن نواب المدينة صيدة أرادوا أن يتم تشغيل المستشفى لصالحهم بدل أن يكون لصالح وزارة الصحة في نيبين بالمدينة من في غيروني من هنا الرئيس سنيورة وستبهية هنلي اللي كانوا وراء هذا الموضوع حكومة الرئيس مئاتي مسؤولة لأن الرئيس مئاتي كان أيضا يخشى مواجهة الأمر الواقع السياسي في مدينة صيدة وكان لا يريد لوزارة الصحة أن تستلم المستشفى يعني خمس سنوات من التأخير أن على البلدية أن تدفع ما لا يقل بين المائة والمائة وخمسة عشر ألف دولار كصيانة تشغيل للمستشفى سنويا على مدى خمس سنوات إضافة إلى الأضرار التي لم يتم حصرها حتى هذه اللحظة بالمواد والأدوات والآلية الحديثة التي تم وضعها داخل المستشفى والآن عادت البلدية الحالية لتفاجئنا بأنه تم التسليم بمبدأ إعطاء هذا المستشفى إلى الوزارة لماذا لم يتم التسليم بهذا المبدأ في السابق؟ المستشفى سيفتح أبوابه قريبا بعد فرج ظهر في الأفق السياسي إذا بدين يفتحوها ستفشل بهذه الطريقة هذه المستشفى مستشفى ترومة مستشفى حالات الحروب لها أخصائيين من أطباء ومن ممرضات ومن موظفين أما إذا المستشفى بدين يفتحوها على أساس أن هذه محلة التوظيف هذا مستشفى سيفشل ويكون عبئ على الدولة لو أغمضت منذ خمس سنوات القوى السياسية عينيها عن مركز طبي إنساني بالدرجة الأولى لكان في لبنان اليوم وفي كل منطقة مركز يرعى جميع المواطنين لكن الرعاية السياسية تنسف في كل مرة كل المعادلات نوال بيري قناة الجديد تكلفة الشهادات السياسية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بالأرقام في هذا التقرير للزميل جاد غصن سطوة الشهادات السياسية للمحكمة الدولية للبنان على الحياة السياسية اللبنانية لم تكن ولو على نحو قريب مما كان ينتظره البعض لدى إعلان بداياتها قبل أكثر من ستة أشهر الجلسات جاءت مملة ورتيبة من جهل معظم القضاة والمحامين أبسط قواعد النظام اللبناني إلى مطولات أغلب الشهود التي تشط عن الأسئلة المطروحة والمواضيع المطلوبة يؤمن البعض بأن هذه المحكمة ستأتي بالعدالة وثمن العدالة الحق بخص مهما عظم ولكن ماذا عن تكلفة هذا الملل المستمر منذ أكثر من نصف عام؟ البداية من تكلفة المحكمة الدولية التي ترصد لها موازنة تقارب 65 مليون دولار سنويا يضاف إليها كثير من التكاليف غير المباشرة كتكلفة السفريات وتأمين المواكبات الأمنية لموظفي المحكمة وشهودها في لبنان إضافة إلى تكلفة توفير أمن مقر المحكمة في لبنان من قبل الأجهزة الأمنية كل التقديرات تشير إلى أن التكلفة السنوية للمحكمة لا تقل عن 100 مليون دولار أمريكي ماذا ندفع إذن لقاء ملل الشهادات السياسية؟ عملية حسابية بسيطة إذا حدفنا من الأيام 365 وهي أيام العام أيام السبت والأحد التي لا تعمل فيها المحكمة ينقص عدد أيام العمل إلى 260 يوماً من هذه الأيام يجب شطب العطلات السنوية الرسمية فينقص الرقم إلى نحو 235 يوماً كما يشطب 30 يوماً إضافياً هي العطلة السنوية لأي عامل في المحكمة أيام العمل الفعلي في المحكمة إذن 205 أيام نقصم 100 مليون دولار على أيام العمل هذه التي سنعتبرها 200 لتدوير النتيجة فتكون تكلفة اليوم الواحد من أيام عملها نصف مليون دولار إليكم الآن لائحة بعدد الأيام التي استغرقتها الشهادات السياسية التي يتصدرها النائب مروان حميدي بثمانية أيام ومن بعده رئيس الحكومة السابق فؤاد السانيورة بستة أيام ليكون العدد الإجمالي 50 يوماً من الشهادات السياسية حتى اليوم نصف مليون دولار لكل يوم من تلك الخمسين فتكون تكلفة شهادات الملل حتى الساعة 25 مليون دولار أمريكي لو أعطي ربعها لكل من مرسال غانم وجورج صليبي لوثقا للمحكمة تاريخ لبنان الحديث برمته بكل المقابلات المسندة جدغصن قناة الجديد النهاء الحلم لدور أبطال أوروبا بين برشلونة الإسبانية وجوفنتوس الإيطالي سيكون تتويجاً لموسم بالغ الروع للنادي الكتالوني في حال حصوله على اللقب فماذا قال النجوم البرشا لكاميرا الجديد؟ تقرير خاص الزميل إبراهيم وهبي من برشلونة الجماهير اللبنانية المتابعة بشوق للنادي الإسباني ولعبيه ينتظرون أداء على أرض الميدان ولقباً لكن هل توقعوا رسالة من نجومهم المفضلين قبل نهاي دور أبطال أوروبا في برلين؟ البرازيلي دانيل الفيس كانت رسالته إلى الشعب اللبناني مليئة بالحماسة وفيها كثير من الاستفزاز والثقة بالفوز في نهاي برلين البرازيلي نيمار الذي سمع عن لبنان وشعبه وله بعض الأصدقاء فيه وجه رسالة عبر قناة الجديد تمنى فيها من الجمهور اللبناني مواصلة تشجيع برشلونة من أجل الحصول على الانتصار الكبير في نهاي دور أبطال أوروبا النجم الأوروغوياني لويس سواريز وجه رسالة مماثلة وتحية كبيرة إلى كل لبنان واعداً بتقديم مباراة ممتعة أمام الجوفانتوس في النهائي المدير الفني لنادي برشلونة لويس أنريكي بدوره وجه تحية إلى جمهور برشلونة في لبنان وصفاً لقاء برلين بالمميز واعداً بتقديم مباراة ممتعة رحلة العمر إلى برشلونة ولقاء النجوم وعالم الاحتراف ستبقى كلها في ذاكرتنا مع نجوم قدوة للأجيال الصائدة فماذا قال ميسي للجديد؟ في لندن عرض الزميل جورج صليبي وثائق سنوات الضوء تحت برعاية السفيرة اللبنانية في بريطانيا وسبق عن عرض هذا الوثائقي في بيروت وباريس وبريكسل ونيورك ويتحدث عن عقد ذهبي عاشه لبنان قبل الحرب بدعوة وتنظيم من جمعية المصرفيين العرب في لندن عرض الزميل جورج صليبي فيلمه الوثائقي سنوات الضوء لبنان 1950-1975 والذي أخرجه جان كيروز وذلك في صالة رويل انستيتيوت أوف بريتش أركيتكت تحت رعاية السفيرة اللبنانية في بريطانيا إنعام عسيران وبحضور حشد من أبناء الجالية اللبنانية إضافة إلى شخصيات إنجليزية تقدمهم وزير الثقافة البريطاني السابق ديفيد ميلر ويستعيد الفيلم الوثائقي أبرز المحطات الثقافية والفنية والسياحية خلال ربع قرن من مرحلة لبنان الذهبية متضمنا شهادات لأسماء عاصرة تلك المرحلة وشاركت في صنعها أمثال أنسي الحاج مي عريضة وديع الصافي روميو لحوض عبد الحليم كراكلة لياسر رحبان النضال الأشأر جابي الطيف عد المالك وغيرهم وبعد عرض الفيلم الوثائقي كانت كلمات أشادت بالعمل وبما حملهم من ذكريات وحنين إلى الزمن الجميل في لبنان لبناني من الحياة وتعامل تاريخه لو نرجع للتاريخ له في السمين موقف البداع ولا وقف تقدم ولا وقف فن لحتى مهما مارك من أزبات لبناني يكونوا مدى لبناني محب للحياة محب للفن محب للثقافي مهما تنوعنا من حد التنوع بس مهما تنوعنا ما جعنا وقمنا والتأليل كنا موجودين هنا لأنه ما جعنا وقمنا وفي ختام الحفل قدم رئيس جمعية المصرفيين العرب في لندن جورج كانعان درعين تقدريين للزميل جورج صليبي والمخرج جان كيروز تقديرا لعملهما الوثائقي كان في النشرة أجواء تشاؤمية حيال هبة السلاح السعودية قبيل زيارة سلام جدة شاهد سري في قوى الأمن يتذكر أمام المحكمة كان في مكتب رسم غزيلي جاء الشوفير مرافعه وضربه بالمسدس على كتفه هك قمة إسلامية في دار الفتوى إدانة للإرهاب وقلق من تبادل الاتهامات وتبدل قمة الإسلامية كذلك قلقها من تبادل الاتهامات العبادي للتحالف الدولي كلام كثير وأفعال قليلة النشر انتهت شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة